بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بار 12 عايزين نشوف لو الكروس سيكشن عندي كان غير منتظم زي ما احنا شايفين ده كروس سيكشن يعتبر غير منتظم لأن احنا متعودين الكروس سيكشن اللي بنشتغل عليه اللي هو الريكتانجر بيبقى منتظم يعني الويتس بتاعه منتظم والدبس بتاعه اللي هو الدي او اله اللي عندي يبقى الكروس سيكشن هنا بيبقى منتظم في جميع النقط خلال الدبس بتاع الكروس سيكشن طب احنا لو عندنا شكل زي دوت بنتعامل معه ازاي بنفس الطريقة بنقول ان الكومبريشن فورس بتساوي 85% Fc' في A كنا الاول بنقول ان الA ديت بتساوي B في A ده في حالة الكروس سيكشن اللي هو يونيفورم طيب الA هنا هي عبارة عن المساحة بتاعة المقطع هاوفر بقى شكل المقطع ده عامل ازاي بنحسب المساحة بتاعته وبالتالي حلينا مشكلة الكومبريشن فورس بتساوي 85% Fc' مضروف في الarea اللي هي المساحة الغير منتظمة ده ما انظور بيوضح اللي هو التنشن فورس ودي الكومبريشن فورس اللي موجودة على الشكل الغير منتظم اللي احنا حلينا مشكلته ان احنا حنقول نحسب المساحة بتاعته اللي هي ايه وبالتالي بنكمل الاناليسز عادي بنقول ان المومنت مثلا بيساوي التنشن فورس في الجي في الدي او بيساوي الكومبريشن فورس في الجي في الدي يبقى في الحالة ديت انا قدرت اتعامل مع الشكل اللي هو الغير منتظم طيب لو انا عندي مثال وعايزيني نطبق الكلام دوت لو انا عندي الكومبريشن فورس بتاعت الخرصانة 6000 بي اس اي و اف اس بتاعت الحديد اللي هي ستين الف والديبس اللي عندي هو اتناشر ونص طيب في الحالة ديت ايه اللي بيبقى مطلوب مني لما اجا اتعامل مع سيكشن زي دوت مطلوب ان احنا نعين الارية of steel في حالة البالانسد سيستم يعني ايه البالانسد سيستم يعني الخرصانة والستيل يحصل لهم الانهيار at the same time الحاجة التانية بيبقى مطلوب مني ان انا احسب المومنت كباستي ايه هي المومنت كباستي اللي هي عبارة عن mn اللي هي T في G في D او السي اللي هي في الجي في D الحاجة التالتة انك تحدد البوزيشن بتاع نيوترال اكسز فين نيوترال اكسز بتاعك هنا المسافة اللي هي السي يبقى مطلوب مني اننا نحسب السي او نحسب منها الايه طيب عندنا ثلاثة احتمالات هنا ان يحصل الفيلير اللي هما بنسميهم الاورينفورسد بيم او الاندرينفورسد بيم او البالانسد بيم اشتركوا في القناة